ثم هذه رسائل حول مقدساتنا الأقصى أنموذجا الرسالة الأولى إذا أردنا أن نحافظ على مقدساتنا إذا أردنا أن نحافظ على مقدساتنا فلنفتخر ونعتز بديننا ولنقل كما قال ربعي رضي الله تعالى عنه أرضاه لما سأله ملك الفرسي رسلم قال له من أنتم من أين أتيتم من أين جئتم قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة أيها المسلم أيتها المسلمة إذا أردنا أن نحافظ على ديننا أن نحافظ على مقدساتنا فلنعتز ونفتخر بإسلامنا وبديننا الرسالة الثانية إذا أردنا أن نحافظ على مقدساتنا فلنقود الأمم بأخلاقنا وقيمنا وإسلامنا وأن لا حتى لا ينطبق علينا قول القائل إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتلاشى في زواياه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماضي نسيناه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتلاشى في زواياه يا ربي قد أصبحت أهواءنا شيعا فمن علينا براع أن تترعاه راع يعود إلى الإسلام عزته يرعى بنيه وعين الله ترعاه فيا أيها الأحبة إذا أردنا أن نحافظ على مقدساتنا وإذا أردنا أن نحافظ على ديننا بشكل عام فلنقود هذه الأمم بأخلاقنا وبقيمنا وبديننا كما قاد هذه الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأمته من بعدها ثالثا من الرسائل إذا أردنا أن نحافظ على مقدساتنا فلنربي أبناءنا منذ الصغر على حب مقدساتنا والدفاع عنها والذب عنها الآن كثير من أبنائنا لا يعرفون عن مقدساتنا لا يعرفون عن كثير من أمور ديننا ولذا الواجب منذ الصغر أن نربيهم على حب مقدساتنا أن نربيهم على حب ديننا أن نربيهم على الدفاع عن هذا الدين العظيم كما كان كما رب نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم منذ الصغر على حب هذا الدين العظيم وعن الدفاع عنه رابعا الرسالة الرابعة أيها الأحبة مقدساتنا خط أحمر ديننا خط أحمر إسلامنا خط أحمر فلنفديه بأرواحنا ولنفديه بأموالنا ولنفديه بأبنائنا كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم والله إذا أردنا القدوة الحقيقية في الذب عن هذا الدين وفي الدفاع عن مقدساتنا فلنقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم الذين قال عنهم ربي سبحانه والذين جاءوا من الذين قال عنهم ربي سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هؤلاء الصحابة من شدة حبهم لهذا الدين والدفاع عن مقدساتهم تركوا دياركم وتركوا أموالهم وتركوا أهليهم نصرة لهذا الدين العظيم أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بنعمة الإسلام وأن يمن علينا بنعمة الإيمان وأن يجعلنا من المدافعين عن مقدساتنا إنه جواد كريم وصلي ربي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين